هم أحدثت حراكا دينيا واجتماعيا أنا مسلم في عقيدتي عربي في مصحفي عالمي في إنسانيتي هناك من اختطف على رؤول الناس لا يقرؤون لا يتأملون لا يفكرون لا يناقشون لا يريدون ذلك أيضا وحياتهم تأخذ منها الدروس والعبر أنا قبل أصلاً في الإسلام لا تستطيع أن تأتي برأيه وتقول لي هذا هو الإسلام هذا هو الدين شخصيات إسلامية أثرت المشهد الديني بوجهات نظر معاصرة ولماذا يتطرف أبناؤنا؟ عايش عراه تريد وجوه إسلامية مع الشيخ عبد السلام بلاجي الآن على شاشة العربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة